يعود أقليم كرباق إلى مواجهة الأخبار مجدداً بسبب عودة الاشتباكات بين الجيشين الأذري والأرمني البلدان تبادلان اتهامة بشأن الاشتباكات فأرمينيا قالت إن القوات الأذرية هاجمت مواقع أرمينية في ثلاثة أماكن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة وقتلت تسعة وأربعين جندياً أرمنياً بينما قالت أذربيجان إنها ردت على محاولة تخريب أرمينية واسعة النطاق وإن التدابير التي اتخذتها قواتها على الحدود مع أرمينيا محدودة وضد أهداف عسكرية وحملت أرمينيا مسؤولية ما حدث روسيا أعلنت أنها توسطت لوقف إطلاق النار بين الجانبين وطالبتهما بوقف الأعمال القتالية وبالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار معبرة عن قلقها البالغ من تجدد القتال بين البلدين رئيس الحكومة الأرمينية قال إن بلاده أجرت محادثات مع الرئيسين الروسي والفرنسي ووزير الخارجية الأمريكي لمطالبتهم بالرد على ما سماه العدوان الأذرية وفي المقابل دعت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود شويش أغلو أرمينيا إلى التوقف عن استفزازاتها ضد أذربيجان منطقة ناغورنو قرباغ كانت قد شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تمكنت من خلالها أذربيجان من استعادة أجزاء كبيرة من هذه المناطق وإجبار أرمينيا على تقديم تنازلات إقليمية كبيرة وكانت أرمينيا قد سيطرت على قرباغ عسكريا أواخر القرن الماضي عودة الاشتباكات بين الجانبين يرمي الكرة في ملعب الاتفاق الذي أوقف القتال بين الطرفين برعاية روسية قبل عامين فهل ستكون الاشتباكات مجرد خروقات عابرة أم إنها ستفتح الباب لمواجهات عسكرية واسعة قد تنسف الاتفاق السابق تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر